السيد النائب العام المستشار هشام بركات أحال السيدة ياسمين النرش السيدة التي اعتدت على ضابط في المطار جاء في بيان النائب العام أن هي أحيلت إلى محكمة الجنايات أن التحقيقات كشفت أن ياسمين محيدين النرش توجهت إلى مطار القاهرة للسفر على متن طائرة إلى مدينة الغردقة يوم 28 إبريل وصلت متأخرة عن المعاد المحدد لدخول الركاب إلى مهبط الطائرات وبدأت في إثارة الفوضى عقب إعلامية بتأجير إحلتها لتأخرها عن المعاد وأهنت المتهمة موظف شركة مصر الطيران بالقول والتهديد والإشارة فتم إبلاغ شرطة سياحة بالمطار وتوجه إلي أحد الضباط المختصين لتحرير محضر إلا أنها تمادت في غيها واستعملت القوة والعنف المنعي من تحرير المحضر وبضبطها وتفتيشها بواسطة الشرطيات عطرة بحقيبة يدها وأمتعتها على خمس قطع حشيش وفرغت النيابة محتويات الاستوانة المدمجة المرفقة بالتحقيقات بشأن الوقع وتبين احتواؤها على تسجيلات مرئية ومسموعة واضحة للمتهمة أثناء استعمالها القوة والعنف مع الضابط المجني عليه وتهديدها لو بإلحاق الأذى به فضلا عن قيمها بخلع ملابسها والكشف عن أجزاء من جسدها وإتيانها أفعالا خدشة الحياء في صالة المطار وأقرت المتهمة بتحقيقات النيابة بعد مواجهتها بالأدلة والمشاهد المرئية المسجلة بتعديها على الضابط المجني عليه ووجهت النيابة للمتهمة ارتكاب جرائم تشكل جنايات وجنح معاقب عليها قانونا وهي حيازت مواد مخدرة بقصد الاتجار هي محالة دلوقتي اتجار مخدرات مشتعاطي ومقاومة أحد رجال الضابط بالقوة والعنف والتهديد لمنعه من أداء عمله وإهانة موظفين عموميين بالقول والإشارة أثناء تأدية وظائفهم وبسببها والفعل الفاضح العلني المخل بالحياة مجموعة من التهم الكبيرة تهم كثيرة اشتركوا في القناة